السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لكم قناة التعليمية مستر عمر بدير معلم اللغة العربية للصفوف الأولية أقدم لكم تفاصيل الحلقة الثانية وعلامة رفعهما الضمة وينصبان وعلامة نصبهما الفتحة ويجران وعلامة جرهما الكسرة المفرد وجمع التكسير يرفعان للضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسرة مثال كرم المعلم التلاميذ في الحفل كرم ما نوع الكلمة؟ نعم فعل إذن فهي جملة فعلية كرم فعل نوعه من حيث الزمن ماضي أم مضارع أم أمر نعم هو فعل ماضي والفعل ماضي دائما مبني يبقى كرم فعل ماضي مبني على الفتح طالما وجدت فعل أبحث عن الفاعل كرم أسأل نفسي من كرم؟ المعلم يبقى المعلم هو الذي قام بالفعل فهو فاعل والفاعل دائما مرفوع يبقى المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ما أقولش العلامة غير لما أعرف نوع الكلمة من حيث الإفراد والتثنيع والجامع مفرد ولا مثنى ولا جامع كلمة المعلم المعلم مفرد فالمفرد يرفع تمام؟ يبقى المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه يبقى المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه مفعول به نوع الكلمة المفعول به دائما منصوب الكلميذ نوع الكلمة جامع تكسير جامع التكسير ينصب مثل المفرد ينصب بالفتحة فالتلاميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة في نعم حرف جر وحرف الجر مبني لما حال له من الاعراب بعد حرف الجر يعرب اسم مجرور كلمة الحفل مفرد ولا مثنى ولا جامع مفرد وهو اسم مجرور لما يكون مفرد يجرب الكسرة تمام؟ يبقى الحفل اسم مجرور وعلامة جره وبكده يا ولادي تكون انتهت الحلقة الثانية من كرس اللغة العربية مع معلم اللغة العربية الأستاذ عمر بدير وحب عنه كلامي لغتي وأفخر إذا بليت بحبها فهي الجمال وفصلها التبيان عربية لا شك أن بيانها مبتسم في صغره القرآن والحمد لله ولا تنسى الاشتراك في قناة التعليمية